نجوم الأهلي في صدارة المشهد وليلأ علوله طبعا معلول ملك الحلول زي ما بيقولوا في صدارة المشهد بيرسي تاو اللي بتهالي مع الكولر شوفنا وعرفنا جزء من إمكانيات بيرسي تاو انا بشوف انه لأواحد من اللعيبة صحيح السنة دي بقى فعال بقى مؤثر على كل المستويات مع الفريق وفي مطشات كتيرة جدا ظهر فيها بيرسي تاو كان نجمع الفريق الأكتر تقلقا منها على فكرة بالمناسبة مطش ساندونز هناك في جنوب أفريقيا السحري لتفوق الأهلي سواب الهدف الأول اللي أحرزه أو بالهدف الثاني طبعا اللي كان يعني خلينا أقول هدف غريب والهدفين حقيقة يمكن يعني مع تقلق بس يتاو طبعا تمركزه واخد مكان كويس واخد قرار في جزء من الثانية ومسجل هدفين وعلى أجمل لكن طبعا كان فيهم حالة يعني معرفش مش عارف سميها ايه تواهان خلينا أقول تواهان من فريق التراجي اللي ما كانش في حالته ومناسبة فريق التراجي الحقيقة أنا ما عجبنيش بصراحة المشهد الإعلامي في تناول فوز الأهلي العريض على التراجي مبارح صحيح أنا شخصيا كنت أتمنها ودي نقطة على مستر كولر أن هو يذكرها ويشتغل عليها بشكل كبير جدا في اللي جاي لأنه اللي جاي ما يحتملش أنه كان ممكن الفوز ده يبقى مضاعف الأهلي مبارح أهضر كم فرص مؤكدة مش بكلمك عن فرصة عادية بكلمك على فرصة مؤكدة نسبة ترجمتها لهدف تتجاوز السبعين أو الثمانين في المية سواء في شرط المباراة الأول أو في شرط المباراة الثاني اللي كان خط دفاع أو منطقة دفاع التراجي بمثابة شوارع والكل يتسابق في النادي الأهلي على تضيع الفرص ودي نقطة تستدعي أن احنا صحيح عدينا وكسبنا بسكور كويس لكن في النهاية في المستويات دي وفي الأدوار دي الفرصة يجب اختنامها خصوصا في ما هو قادم حتى لو لعبنا النهاية مع الوداد أو كان مع ساندونز ما اعتقدش أنه احنا هنكون في عرض تضيع فرص بالكمل لكن أرجع للنقطة الأولى اللي كنت بكلم فيها هي فكرة التناول الإعلامي لخسارة التراجي خسارة قاسية صحيح لكن التقليل من قيمة نادي بحجم التراجي أمر غير مقبول على الإطلاق وفي الأول والأخير ممكن أفهم ده وممكن أتقبله لما يكون ده على مستوى الجماهير لما يكون ده على مستوى منصات التواصل الاجتماعي لكن لما يكون على مستوى الشاشات لما يكون على مستوى القنوات والإعلام الفضائي لا هنا لازم يكون فيه وقفة لازم يكون فيه وقفة الشاشات من أهم أدوارها الناس اللي بتفهم علام والناس اللي درسها علام عارفة أنه المفترض أنه دور رئيسي أنه الشاشات تاخد الرأي العام تاخد القاعدة الجماهيرية وترتقي بيها الفوق وتعلمها وتفهمها كيف تدار الأمور ومش ممكن تحت أي سبب من أسباب وبصرف النظر عن الحسابات والانتماءات وبصرف النظر عن الترند واللايكات أعتقد مش ممكن بأي شكل ما أشكال تبقى وسائل العلام سبب في إحداث وقيعة أو فتنة وخصوصا لما تكون بين الكبار والأهلي والترجي يظل من كبار قلة إفريقيا ترجي له من كل التقدير والاحترام